في سجني أبو غريب وغوان تنامو طبعت كل مشاهد التعذيب الخارجة عن كل معايير القيم الإنسانية في عقول وأذهان العالم أجمع ولكن عند الحديث عن الشهادات التي تخرج من سجون الاحتلال وخاصة معتقلة ومسلخة سيدي تيمان هذه المشاهد التي لا يمكن أن يتخيلها أي إنسان وهو الأفضع والأشد خطورة الذي يحتجز فيه الاحتلال معتقلين من قطاع غزة يتعرضون لشتى أنواع التعذيب بما في ذلك التعذيب الجنسي وفقا لشهادات الأصر المفرج عنهم عمليا عادي العملية الأخيرة كانت اقتصاب أسير بشكل بشع جدا حتى أنه نقل إلى المستشفى والمستشفى أبلغ طبعا قيادة الجيش بهذه بما حدث من تعذيب وتنكيل وعندما وصل طبعا الشرطة العسكرية لإعتقال هؤلاء الجنود للتحقيق معهم كان هناك نوع من التمرد داخل المعسكر من قبل جنود الاحتياط الذين يخدمون هناك ومن بينهم تسعة جنود الذين قاموا بعمليات التعذيب والاعتداءات الممنهجة والتي استمرت فترة طويلة بعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية تحولات كبيرة شهدها واقع الأسرة منذ بداية العدوان على غزة حولت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قاعدة سيد تيمان إلى سجن لاعتقال المواطنين من قطاع غزة في ظروف غير إنسانية حيث يبقون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين طوال الوقت ويتعرضون لتعذيب وحشي لا يمكن وصفه والذي يستخدمه الاحتلال على نطاق واسع ضد المعتقلين من أبناء شعبنا وصل إلى حد الإغتيال وحرمان المعتقلين حتى من شكل الموت الطبيعي وبحسب القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة وفي أعقاب الاغتصاب والتنكيل الخطير بمعتقل فلسطيني يحتجزه الاحتلال في مسلخ سيد تيمان فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بإعاز من النيابة العسكرية والذي يعتبر مسرحية هزلية يقوم بها الاحتلال للتغطية على جرائمهم وفضائعهم الخطيرة التي يمارسونها بحق أسرانه وصل عدد كبير من أعضاء الكنيسة ووزراء من اليمين الذين حاولوا منع اعتقال واقتحموا المعسكر ومنع اعتقال الجنود المجرمين وبعد ذلك تم اعتقالهم ونقلهم إلى معسكر آخر في بيتليد في المركز وهناك أيضا وصل المئات من اليمين ومعهم أعضاء كنيسة وحتى جنود ملتمين يحملون السلاح وأرادوا طبعا إطلاق صراح المعتقالين وطبعا حتى أنهم سيطروا على بناية المحكمة العسكرية هذا يشير إلى أن هناك تغلغلت السياسة إلى داخل الجيش الإسرائيلي وهناك من يرى أن هذه العملية التمرد وما يحدث من قبل أعضاء كنيسة هي بداية التمرد داخل الجيش الإسرائيلي وبعد الضجة التي أثارها أعضاء الكنيسة من اليمين المتطرف تم إيقاف تسعة جنود إسرائيليين قاموا بتعذيب جنسي شديد بحق معتقل فلسطيني وهناك جندي آخر لم يطم إيقافه بعد هذا التعذيب الممنهج لقي دعما واسعا لجنود الاحتلال الضالعين بالتعذيب مما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير وأعضاء الكنيسة من كافة أحزاب اليمين الفاشي عن دعمهم للجنود الذين عذبوا المعتقل الفلسطيني كل ذلك وأكثر يأتي وسط صرخات ونداءات مستمرة لإنقاذ أسران داخل مسالخ وزنازين الاحتلال مريم الطريفي تلفزيون في لسطين